مساء خير وحشتوني النهاردة هنعمل الاخطبوت سيما شايفين انا سلقته كده على النار وفي طوصة حطيت بصلتين يتشوحوا في معلقتين من الزيت ونزلت بالطوم ده الاخطبوت بعد ما غسلته ونضفته تنظيفه ووسيله في اخر الفيديو لو عايزين تشوفه بعد ما حطت التوم وشوحت التوم مع البصل جبت طوجين كده ونزلت بالبصل والطوم اللي انا شوحتهم لحد ما دبله وبعدين نزلت شوية خل وبعد كده قطعت فلفل الوان ونزلت على البصل والطوم زي ما قلتلكو كمان هنضيف خل بعد كده اللي هيعمل الطعم بقى الجامد الحلوة قوي للاخطبوت سوس الكاري او صلصة الكاري حطيت معلقتين كبار من صلصة الكاري بتديه للاخطبوت طعم رائع احسن من اي مكان هيطلع طعمه رائع جدا احلى من اي مكان كالتو فيه قبل كده واخطبوت هو لذيز جدا هو طعمه كده زي شبه الصبيت دلوقتي هضيف كمون هضيف كمان ملح وفلفل مش عايزة اضيف طواب التانية علشان اه يعني احس بتعم صلصة الكاري بعد كده اه اشرت اه تلت بطاطسيات كبار وخرطتهم مكعبات كده زي ما احنا شايفين لو مش عاوزين تحطوا بطاطس بلاش فلاقيت الطاجن صغير فاروحت منزلة كله اه في حالة ودلوقتي اه هقلبهم بقى مع بعض وهشوف كده الاخطبوت اللي انا كنت بس لقه على النار طبعا انا زي ما قلت لكم نضفته الاول ونقعته في لمون وملح وخل وغسلته كويس جدا وبعدين سلقته هو كده خلاص اتسلق هقصه بقى بالما قص تنظيف الاخطبوت يا بنات في اخر الفيديو اللي عايز يتفرج على تنظيف الاخطبوت واسهل طريقة بقى يعني مفيش ولا طريقة على اليوتيوب اه صح كلهم يعني بيعملوا طرق غلط ولا 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 هو بيتسلق قبل ما يتنظف اه ولا ان انت تغذيه كده وهتلاقيه بيتقشر معك بسهولة انا هقول لكم دلوقتي هو بيتنظف بسهولة ازاي طبعا هو لازم يتسلق ويتنظف ويتقشر كل اللي عليه علشان ما يبقاش اه فيه طعم اه زفارة جديد علشان تلاقوه اه ريحته بقيت حلوة كده لازم يتسلق لازم وطبعا اسهل طريقة للسلخة هقول لكم عليها دلوقتي وهوريكم بقى شكله قبل لما اه يتنظف كان عامل ازاي انا هنا بقى اه قطعت كله بالمقصب عن سلق وقلبت معه البطوتس وهغطيه وهدخل الفرن اه طبعا اه هو في الفرن في الطابة روير بصوا دي كانت المعدة بتاعته مفروض ما تتكلش لان بعد ما نظفتها وسلقتها لقيتها بالمنظر ده فرمتها يعني دي المعدة بتاعته مش هتتاكل لان في ناس بتعملها بعد لما استود شكله دلوقتي بقى يعني هوريكم الاختبوت وهو سليم وهنظفه مع بعض اللي عايز يتفرج على التنظيف يكمل معي بقية الفيديو ما تنسونيش يا بنات في اللايك بقى وتشيروا الطريقة اللي حبا يبكوا دي هي يعني اكلة لذيذة جدا ومغزية هو هنا اهو بعد ما استوده في الفرن البطوتس استود اهي كويس وبعد لما هنغرف اه نغرفه في الاطباق لو عاوزين نعصر عليه لمون بيبقى حلوة قوي قوي باللمون لو مش حبين خلوة ما تجيفهش يعني بس انا حبيته اكتر لما ضفت له عصير ليمون بصوا شكله جميل ازاي دي احلى طريقة اه ممكن تاكلوها اه للاختبوت لازيز جدا 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 هتحبه قوي على فكرة اه يعني هو كمان طعمه احلى يعني اللي بيحب الصبيت او الكليماري هو طعمه ورحته احلى من الصبيت والكليماري يعني انا اه اول مرة كنت ادوقه بصراحة بس عجبني قوي يعني والذي كمان اعجبه بيه وعايزيني بعد كده اعمله لهم على طول بنفس الطريقة دي تعالوا بقى لما نشوف هنتعامل مع الاختبوت ازاي وشكله كان عامل ازاي قبل لما اه انا اضافه انا اشتريته كده هو كان موجود في سعودي بالمنظر ده دي المعدة في ناس بعد ما تشيل الاحشاء بتاعتها بتنظفها وبتاكلها بس الحقيقة انا لقيتها يعني بعد ما اتعملت رفيع يعني انا تعبت فيها عالف قضي فرامتها معجبتنيش دي بتشيلوها المعدة دي تشيلوها باللي فيها وترموها دي اه ده القلب بنشيله برضو من الداخل زي ما انتو شايفين كده هو بالمنظر ده كده لا هيتقشر قبل ما يتسلق ولا هيتقشر بعد ما يتسلق حتى لو جربته تضيفه عليه مية سخنة من الكاتل برضو مش هيتقشر انا عايزة اسلخه والسلخ ده بقى علشان يتسلق بسهولة اقول لكم دلوقتي احسن طريقة للسلخ ايه بسهولة جدا كل ده هيتشيل بصونا حتى حطيت مية سخنة قدامكم هو ما بيتقشرش برضو ما بيتقشرش بسهولة ويعني هيبقى مطعب جدا لان في طريقة على اليوتيوب بيقولوا لكم ايه آآ نزلوا عليه مية سخنة لأ ما بيتشلش بسهولة واللي بيقولوا بيتسلق برضو ما ينفعش يتسلق مش هيتشل بسهولة طيب ومال هنقشره ازاي هقول لكم بقى لطريقة السهلة جدا اللي انا توصلت آآ بيها لان احنا نقشر الاختبوت او ان احنا نسلخه ولازم يتسلخ لان في مطاعم بتقدمه من غير ما يتسلخ بيبقى زفر جدا يعني كل الدوائر اللي عليه دي لازم تتشال يا بنيت بصوا حتى انا لما اشرته آآ اتقشر بقى معي بسهولة هقول لكم انا اشرته ازاي انا حطيته تحت الحنفية بس المية اللي بتنزل منها لازم تكون مية دافية بتحطيه تحت الحنفية تفضل يفتح عليه الحنفية وهو تحت الحنفية هيتشال بكل سهولة دي كانت اخر قطعة باريكون وهو بيتسلخ بسهولة تحت الحنفية بمية دافية بس مش اكتر من كده وخلصت كله وتحطيه بقى خلو لامونه تسويت نقي شوية وبعدين تخسليه وتحطيه تسلق ايه على النار مع لامون تاني بيبقى في مونتهج جمال والنظافة لازم يتسلخ ويبقى كده لازم ما ينفعش تجيبيه وتعمليه زي ما هو طبعا بقى زي في البس وانا طلعت منه حاجات قدقي دي كلها بتتريمي ايه وده شكله النهائي يارب تكونوا استفدتوا من الفيديو يكون عجبكو وتجربوا ايه طريقتي وتشتروا الاختبوت وتعملوه وولادكم هيعجبهم جدا على فكرة طعمه لان انا عندي الولاد عجبهم قوي قوي وقالوا لي على طول تجيبيه وتعمليه لنا طبعا هو مغزي ولذيذ كل البحريات طبعا جميلة جدا وياريت ندخلها في اكلنا كل اسبوع الاقل 3 مرات كلها فايدة يعني فواية كتير جدا للاسماك البحرية كلنا عارفين فده حاجة زي يعني من البحر دي بحريات ممكن كمان تضيفه للطبق ده جمباري يعني بتشوحوه بقى مع الاكل بتشوحوه في الطاجن تحطوه في الطاجن آآ يستوي بسهولة جمباري بس بتشوحوه الاول يعني بتشوحوه الاول مع البصل والطوم بالجمباري برضه بيقى لذيذ وصور يكون قطعة بسوء آآ ده آآ الاختبوت ريحته رائعة وما فوش اي ريحة زفارة طعمه جدا لذيذ ان شاء الله الفيديو يعجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير واشوفك على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة